السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة يا رب عدنا اليكم بوصفة اخرى ولي هي خاصة بالعيد هاد الوصفة بسيطة وبنتها رائعة نشوفوا مع بعض المقادير هنا عندي 250 جرام زبدة انا درت لابيل وانتو ما اي زبدة عندكم تقدروا تديروها نبدأ مع بعض على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم عندي بيضتين سفار واحد وبيضة كاملة نزيد وملاقة صغيرة انت على فاني احنا عندي فاني سائلة وانتو ما اي فاني عندكم فودرة ولا سائلة تقدروا تديروها ندير ملعقة صغيرة نزيد نصف كأس سكر ناعم او سكر غلاس نزيد اربع ملاعق ناشا نزيد اربع ملاعق ناشا الامو كسب تدير كل شعر و نكملوه خمسه و نزيد اربع ملاعق نشر نصف كأس سورج لتحبو تحب سورج الشامية ونخمر ونستعمل نضيف الفارينة اللي هو الدقيق الأبيض الفارينة على حسب الفارينة اللي تستعملوها من قدرش نعطيكم المقادير أو الكمية اللازمة نضيف الفارينة ونشوف حتى نتحصل على عجين عجينة طرية هذه العجينة اللي تحصلنا عليها المهم تكون ما تتلاسقش وما تكونش ناشفة نحضر الحشف ونرجع لكم هنا الحشور حنستعمل كاس كونافة أو قطايف محمد صومة حين نشرتها جاهزة وانتو ما يلا عندكم حمصو ولا أي حشو تديروه عادي مش شرط هذ المقادير ولا هذ المكوينة نزيد كاس حلوة الترك كاس غير ربع والحشو يبقى اختياري نصف كاس جوز مرحي ونجمعوهم بالنيسلي أو كرامل أو كابريسي ما تحب ثقندي الكرامل باش نجمع الحشو متاعي أو المكوينات كرامل تقدرو تجهزوها في الدار أو تشروها عادي كيبا قلت لكم انتم مع أي حشو اللي تقدرو عليه ديروه نجمعوه مكوينات الحلوة التعناري نجمعوها على هذ الشكل في هذ المول هنا عندي العجينة وهذا الحشو باش يسهلنا العمل نبدأوا على بركة الله نفتح العجينة وندخلوا الحشو لهذه الطريقة وهنا راني درت العجينة التاعي في الليمول دكن سقبهم قبل ما ندخلهم في الفوق راني شعلتهم 180 درجة هاو الشكل الحلوة بعد ما طابت وندخلوا لها القلاسات شوفوا الشكل التاحا بالمج demás راني شكلتك لا وهذا هو الشكل النهائي الحلوان تعنا وشوفوا التزيين طبعا يبقى اختياري والتزيين بتاعكم قسموا واحدة معكم وشوفوا الحشو كيف يشكل جمع لك